لا توجد أي حالة مشخصة في محافظة نينو بالإصابة بهذا المرض هناك حالة واحدة طلعت موجبة ولكن ليست إنفلاونزا الطيور وإنما هي إنفلاونزا موسمية حد وماذا عن الحالات المتبقية؟ الحالات المتبقية هناك سبع حالات حاليا هم في ردهات العزل في مستشفى بنسينة وبانتظار نتائج الفحص من بغداد إن شاء الله نتائج الفحص ستصل إن شاء الله خلال هذا اليوم أو غدا